شهدت محافظة بني سويف زرعة 100% من المستهدف من الأشجار هذا العام يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة والتي تستهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض نسبة الاحتباس الحراري استلمت محافظة بني سويف حوالي المرحلة الأولى 170 ألف شجرة وحققت مستهدف لها 2034 اللي كان مستهدف لنا 54 ألف شجرة لكن الحمد لله إدنا أن حققت مستهدف وكان من أهم معايير التميز والأداء للحكومة وحصل عليه محافظة بني سويف على جائزة الدولة في التميز الحكومة المحالة الثانية كانت 105 ألف شجرة استلمتهم محافظة بني سويف وتم زرعاتهم بالفعل بالنسبة 100% الشجر ده عبارة عن نوعين شجر مصمر وشجر غير مصمر الشجر مصمر بنحطه في أماكن مغلقة من رائع معايير السدامة داخل المحافظة كان الأول حاجة أن نوفر مصدر رائع دائم بنظرة على أماكن الأشجار المسكرية داخل أماكن مغلقة خوفة من التعديات عليها الثاني حاجة أن نزود النمو الأخضر داخل المحافظة لمقاومة الاحتباس الحراري في الفترات القادمة